ننتقل الآن إلى الآيات من 262 إلى 263 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم نبدأ بالآية الأولى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًا ولا أذى هنا الله عز وجل يشترط على المنفق شرط أن لا يمن على الناس وما معنى المن أعزائي الطلبة المن هو أن تعدد على الناس ما أحسنت لهم به فتمن عليهم إذن هنا الله يشترط ولا أن تؤذيهم بما أعطيتهم إياه يعني بتروح على جارك تقوله والله أنا أعملت لك وسويت لك وأطعمتك هذا يسمى من وأذى وأذى تعدد عليه النعمة التي أعطيته إياها فالله لا يشترط على المنفق أن لا يمنى ولا يأذي فيقول الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًا ولا أذى أعرفنا الشرط الآن ما هي المكافأة لهم أجرهم عند ربهم أول مكافأة أن أجرهم عند الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هنا الله أمنهم في الدنيا وفي الآخرة أن لا يخافوا يعني طمأنين من الله عز وجل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني لا بخافوا ولا بحزنوا لا في الدنيا ولا في الآخرة وانتقل الله في الآخر إلى وصف نفسه أنه غني عن العباد والله غني حليم يعني غني عن العباد وبمعنى حليم رحيم بهم يعني هو غني عنكم لا يحتاج إلى أن تنفقوا يعني إذا أنفقت أو لم تنفق أنت هل تؤذي الله بشيء أو هل تحسن إلى الله بشيء لا الله غني عنك لكنه رحيم بكم يعني الجزاء جزاء رحمة وليس عذاب